فمشكلتنا في 18 ربريل الجاي. اه. هنعمل دي رامسيس ما عملش الستة. فلاقينا تصرفنا. وحباريك التمثال هنعلي عنه في 18 ربريل. هتشوف دلوقتي. دي طبعا مقاعد خشب بنحطها. عشان السياح يقدروا. السياح يا ما كنا بنشوفهم تعبنين. اه. يعني هنا يلاقوا حتة يقدروا يعودوا عليها. بنحط الباسكتس اللي شفتها هناك دي. مش هتعملون مظلات ولا بنعمل. 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 عملنا مظلات للشرطة. مظلات للغفر. اه. حاجات ما كانتش موجودة في الاماكن الاثرية. بلسة بنعملها بشكل جديد. بنعمل لوحات ارشادية بقدر الامكان شكلها اه مناسب بالعربي بالانجليزي. بتدي البلان بتاع المعبد. كده احنا خارجين دلوقتي برا مصار الزيارة. هنشوف الحفائر بتاعت زملائي. اه. عندهم تمثال. هنشوف دلوقتي بيعملوا ايه. التمثال ده جزء من المعبد. التمثال ده كان مدخل غربي. النيل اهو. السلام عليكم. السلام عليكم. ده النيل. هنشوف هنا مدخل غربي. يعني دك يعني القطع دي جزء من المعبد. طبعا. اه. التمثيل دي كانت مكسرة. جبنا الاعلام هنا قبل ما نبدأ شغل فيها. ورناهم ان الساق في حتة. والوسط في حتة. اه. والكتف في حتة. والرأس في حتة. ليه. لان يعرف انه بعد ما يخلص هيقوله ايه. انت بتشاهد بقى دلوقتي علشان ايه. الوحب بيتعلم بقى. اه. طفا. اه. وثقت اه. قبل قبل الشغل يعني. حاك عارف ان احصل ايه بكرة اللي قاعد في التلفزيون بيأكل في شار ولب. هو اللي دايما بيقول اه. ليه نظريات في الكرة. بتبقون. ما استغربت شوية بقى اه لأ يعني. فطبعا الناس قاعدة يا ودوي بقى الناس بقى شقيانة زميلي اللي طالع فوق السلم ده. ساز احمد مدير المعبد. هو وفريق عمله اللي كل سنة بيقومه تمسال. اه بظروف عمل في عز الحر. وآه بجد حاجة يعني مجهود كبير جدا اللي هم بيعملوه. وزميلي دكتور مصطفى وزيري. ممكن انضام لنا. طبعا. ازاي كفان? ازاي حرار? كله تفهم? الحمد لله. مصطفى هو اللي ترقص البعثة وهو اللي رفض اي خبر اجانب. بيفيدنا وبيساعدنا دايما. الحمد لله على السلام. زيك دكتور. ربنا يخليك. فهنا دكتور مصطفى يمكن اما اروح لو تمشو معايا شوية. اه. حواري حضاك حاجة. فاكر لما اقمنا تمسال السنة اللي فاتت وقلنا ان رجليه كانت مضمومة جنب بعض. والناس قالت لنا. ما ينفعش يكون الرجليه مضمومة جنب بعض. انتو غلط. صح? طيب. طيب. عشان الناس لاتوا فاجأ. اهو. هنروح دلوقتي عند الرجلين اهي. بين قوي. ان رجليه مضمومة جنب بعض. اهي. الساقينة هم. انا بقول كده. عشان بعد التمثال ده ما هيخلص. هيقوله ايه? ده طبيعي كان يكون رجليه الشمال. اه لايه. قدام. بالزبط. طيب. كويس. دي فاكر. دي فاكرها. فبنوري اهو. هنكمل التمثال. هنقرر دلوقتي بقى زميليو سيد احمد هيورينا تمثال تاني. ساقينة مضمومة. وورده في الوضع الاوزيري. الوضع الاوزيري. الوه الموميفايد. الوه وضع الموميائي. هو هنا مش موميفايد لان هو رجليه بينه. لكن الوضع نفسه اللي هو الزراعين المضمومين. فزميليو سيد احمد. احنا لسه مش بنفتاتح حاجة. احنا بن. هو هو ده لسه له اجزاء تانية. اه طبعا. يعني ده هيبقى تمثال كامل. بص هيك. يعني اجزاء ووراك على اجزاء المرمية كل دي. اهي بص. هنروح دلوقتي هنشوف الكتف وانتاجه هو شايف. يعني الاجزاء دي كانت موجودة كده زي ما يجب. مش كلها. مش كل التمثال. اه. مش بنسبة مئة في المية. بس فيه نسب معينة احنا ما نفعش نتخططها يا اما بنعتبر بنعمل تمثال جديد. مفهوم. فيحنا النهاردة الحمد لله هنا لقينا الساق. لقينا اجزاء من الوسط. لو تبص على البطن مختفية تماما. اه. فاضطرين ان احنا نستكملها. طب بيستكملوها ازاي? بيروحوا التمثيل مشابهة. ويشوفوا النسب. والتمثيل دي المفترض ده يكون من نفس العصر ومن نفس الملك. بحيث يعرف النسب اللي الشي بشكله ايه. عشان ايدي نحات في فترة من تانية بتختلف. عشان نوصل للتمثال ده. هنا احنا لسه احنا حنعلن عنه استيزاحمة ديوم 18 ابريل. زي كل سنة. ان شاء الله. 18 ابريل ده يعني احنا ورايب. ديوم التراث العالمي. اه. حضرت.